اهلا وسلم بكم في قولة حلقات برنامج صالحون سلمة والنهاردة الحلقة مميزة معنا دكتور محمود الشيمي علم الابراج وكل الناس بتتم بعلم الابراج لان علم الابراج علم روحاني وعلم بيعبر عن كل شخصية واحنا عايزين نعرف توافق الابراج مع بعض هيكون ازاي فاحنا معينا الدكتور محمود الشيمي اهلا سلام بحضرتك اهلا بيك يا فد اهلا سلام منورنا ده نورك ربنا يخليك كان في حد كده بعتلي على الواتساب على الفيسبوك تمام بعتتلي مشكلة هي بتقول انا عندي 25 سنة اتجوزت بقالي سنتين طبعا في مشاكل في اخر سنة او اخر ستة شهور في مشكلة بينها وبين زوجها لدرجة ان هما خلاص هي بتكرر ان انفصال عنه بسبب ان هو عصب جدا مش طيقها طبعا انت عارف جائحة كورونا وقعدت الرجالة في البيت فطبعا ده بيبقى تأثير سلبي على كل ستة في بيتها فطبعا هو يعني في مشاكل كثير فاحنا عايزين نعرف ايه توافق الابراج يعني بتقولي انا برج العقرب وهو برج التور بسم الله الرحمن الرحيم اولا مش كل ما ان هو تور بقى كله زي بعضه احنا عندنا الابراج بتنقسم لثلاث جزئيات فيه عشرية اولى وعشرية تانية وعشرية تالتة كمان لما نوصل للعشرية فيه حاجة اسمها الطالع اللي هو ساعة الولادة يعني ممكن حضرتك تبقي برج التور وانا برج التور هنتفق مع بعض في عشرين في المية فقط تمام لكن انت لك اسم اده عشرين في المية تاني لان كل واحد فينا له برج تاني من اسمه يعني سلمة لها برج من اسمها وغير البرج اللي هو من تاريخ ميلادها يعني ده ما بيلغش ده ده بنسبة عشرين في المية وده بنسبة عشرين في المية فلازم بقى تاريخ الميلاد ساعة الولادة ان امكن مكان الولادة الاسم واسم الام بالمعطيات دي بنقدر نبرهن على الشخصية دي ممكن يبقى فيها توافق مع الشخصية التانية ولا لا لكن لما حد يتصل ويقول لنا برج التور يتقاله واحد اتنين تلاتة الكلام ده عاري من الصحة ومش دقيق مش مظبوط فلازم الاسم يتعمل له حساب وتاريخ الميلاد اللي هو من اليوم يتعمل له حساب اذا كان عشرية اولى او تانية او تالتة ساعة الولادة كمان اللي هو الطالع ده عليه عامل مهم جدا ونسبته كمان سكتين في المية البرج يحملك صفات انت برج الطور او الحمل ايا كان فبتاخد صفة البرج الوقت اللي انت تولدت فيه لان احنا عاملين زي الزرع كل برج بيتولد في وقت بيبقى له اخلاق معينة وعصبية معينة ومود معينة وتركيبة جسمه معينة الفيسيولوجيا بتاعته بتختلف عن لما واحد يتولد في توقيت اخر فاحنا عايزين اللي هيخش يعمل مداخلة وعايز يستفهم يكون عارف الاسم بتاعه عارف تاريخ الميلاد عارف ساعة الولادة عارف مكان الولادة واسم الأول تمام يا دكتور احنا بالنسبة للعلم الابراك طبعا علم كبير قوي هو هل بيبقى دراسة او خبرة حياة او ايه احنا عايزين نعرف بالزبط تشوفي الكرآن كله فلك يعني علم الفلك فسا غرصي درس فلك ابن سينا درس فلك جابري ابن حان درس كل العلماء العظام الكبار السلف الطيب الصالح كلهم درسوا فلك فالفلك تلاقيه موجود في الكيميا وفي الفيزياء وفي الاحياء يعني لما تيجي تشوف عدد كلمات اليابس في الكرآن الكريم وتعملي نسبة وتناسبة على عدد كلمات البحر والماء في الكرآن الكريم وتحطوه بنسبة على بعض كده يطلعوا ثلاثة اربعة يعني 72% و28% ده اندل على شيء يدل على ايه؟ على ان الموضوع محكم فالفلك ليه ثوابت ربنا سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر بحزبان وكلمة بحزبان يعني بدقة متناهية تمام النجم والقمر في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجة ابن كسير والجللين والطابر كل العلماء بتوعنا اللي بيفسروا الكرآن ما كانوش بتوعه ابراج قالوا إثنى عشر برج الحمل والطور والجوازاء والسرطان الى اخر الابراج وما اكتفوش بكده قالوا وقيدنا لكل برج كوكب السرطان وله القمر الاسد وله الشمس كمان فيه آية تانية فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم مواقع النجوم اللي هي الابراج كمان فيه آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وصخر لكم الشمس والقمر والنجوم مصخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم من يعلمون تمام صدق الله العظيم احنا معينا اتصال لأستاذة مليحة اتفضلي انا بنتي اتولدت يوم 13-9 تمام كان في أدان العصر بالضبط يعني هي اتولدت والعصر بيأمي تمام يفهم وبوتها اسلام بيحة هي اسمها ايه مونة مونة تمام مونة باربع اربع خمسة واحد يعني عشرة يعني واحد بنتك مونة برجها من اسمها يعتبر برج الأسد فهندي مواصفات كل من يحمل اسمه رقم واحد لسه ما تتركناش لتاريخ الملاد فانا لقيها هي تاريخ ملادها كام 13-9 سنة كام 78 18-1978 طيب 13-9 ده برج العزراء عم لتنين مختلفين تحمل برج الأسد من اسمها اي حد يحمل في اسمه رقم واحد بيكون بيتوتي بيحب بيته ما ما يحبش حد يلعب له في الترتيبات اللي هو عاملها في البيت بيبقى فيه درجة غيرة جامدة جدا جدا على الزوج أنسة الأسد يعني أنسة لو عملت لها البيت الحيطان بتاعته من دهب لا هي بتفضل العمل خارج البيت أكتر أما إذا خلاص بقت لازم تبقى ست بيت فهتبقى ست مسيطرة تسمعش لحد يبص الجوزها حتى وإن كانت السكرتيرا بتاعته وحتى وإن كان أي حد معاه في العمل الدرجة الغيرة عندها بتبقى جامدة جدا عشان الزوج يكسبها أو المحيط يكسبها يدللها ويدلعها ويسمعها كلام طيب طيب بالنسبة للحسابات الحالك بتحسبها دي أنت بتحسبها إزاي؟ إحنا عندنا جدول زمان جدول قديم قوي 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 منه بنحول الاسم لرقم ولما الاسم يتحول لرقم أنا عندي كل رقم مرتبط بكوكب يعني مثلا الاسم لو شال واحد زي مونة كده يبقى برج الأسد لو شال اتنين يبقى برج السرطان لو شال ثلاثة يبقى برج القوز الجدول ما بيتغيرش الجدول قانون سابت بنشتغل عليه وطلعنا منه حاجات كتير جدا ومعلومات كتير جدا من القرآن عودة لوضع الفلك الشيخ محمد بخيط المطيعي مفت الديار المصرية سنة 1936 ألف كتاب عن علم الفلك وقال إن كل ما يحدث على الأرض وللأرض وللإنسان حتى الجنين في بطم أمه من سلوك وانفعال إنما يرجع لحركة الكواكب بإذن الله وده كان مفت الديار فوضع الفلك موجود علميا في كل العلوم اللي بندرسها يعني الخرطة الفلكية عبارة عن 360 درجة مقسمة على 12 برج كل برج 30 درجة حركة الكواكب لما بتاخد زوايا مربعة اسمه تربيع زوية تربيع يعني ده بيأثر سلبي على صاحب البرج اللي هو في التربيع ولما بياخد زوايا 30 ولا 60 ولا حتى 120 دي بتبقى زوايا كويسة صالحة للإنسان أنا بعمل حاجة اسمها خرطة فلكية عملية فحص فلك للإنسان بطريقة علمية صحيحة بيبان من الخرطة كل المستخب والمدارة عنك بيبان من الخرطة نقاط الضعف ونقاط القوة وبالتالي لما بنحط إيدينا على الخلل اللي موجود عندك بنقدر إزاي نتخلص من هذا الخلل وحياتنا تبقى مستقيمة تمام طبعا مشاهدين قناة صحوة جميل طبعا نفسهم يعرفوا كل برج وصفاته وإيه يتوافق مع البرج يعني برج يتوافق مع برج إزاي أو تعرف إزاي نهي تتوافق مع البرج ده عيد لحضرتك تاني اللي أنا قلته أنا عشان حضرتك برج إيه أنا أقرب أقرب أنت توافقي أنسب شريك لكي الطور لكن قلنا النسبة دية الخمس عشرين في المية لازم اسمك واسم المقابل لكي أو الشريك يعني عشان نشوف في نسبة توافق كمان ولا لأ ونشوف الطالع عندك وطالع عنده لأن فيه شروط حتى اسمها شروط الحب من أول نظرة يعني إذا ده توفر عندك الشرط ده الإنسان اللي انت هتشوفيه ده تحبيه من أول مرة تشوفيه يعني فيه حب من أول نظرة أقولك على شراكة الأبراغ أنسب شريك لبرج الحمل هو الميزان أنسب مش معنى كده أن ما فيش أبراج هتتفق معاه لا بيضطفكم على الهوائيين والنريين برضو القوس والأسد طيب أنسب شريك لبرج الطور العقرة أنسب شريك لبرج الجوازاء القوس أنسب شريك للسرطان الجدي أنسب شريك للأسد الدلو أنسب شريك للعزراء الحوت نقل نفسك بقى برحتك ويعرفي أن كل برج لشريك مناسب تمام طيب إحنا معنا بتصال تليفوني مين معنا؟ كريم معنا؟ عبد الكريم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فضل حضرتك عبد الكريم 1-7 مريد 1-7-5-80 1-7 برج السرطان 85 أه 85 اسمك عبد الكريم؟ عبد الكريم عبد الكريم 1-3-2-2-1-4 يعني نقول 9 9-4-13 4-8-9-13 برجك الدلو يا عبد الكريم هنضيف عليهم كمان 7-2-9-4-9-4-13 و13 با 26 برجك الجادي رقمه رقم اسمه عامل 8 8 مرتبط بزحل زحل ده كوكب القانون كوكب الزبط والربط عبد الكريم هتلاقي تأثير اسمه عليه من برج الجادي جادي كده ويبان النجاف لكن هو مؤجد بالعواطف مفكر مخطط من الأبراج اللي بتعتبر أسكى الأبراج هو أفضل كوكب للأبراج عن وضعه بتتقلب المسائل اللي تضد على طول طيب نيجي لزحل اسمه النحس الأكبر لكن هو ليه صفات يعني يعمل يدي اللي مرتبط بيه السلطان يخلي اللي مرتبط بيه لازم يحصل على سلطة وطموح إن شاء الله حتى يكون في آخر حياته فمفيش حاجة اسمها بالمطلق ده وحش وبالمطلق ده حلو كل كوكب وليه صفات كويسة بيلعم بيها صاحب الكوكب نفسه لأننا كل برج وليه كوكب تمام طيب نرجع من المشكلة الأولين اللي حاجتها في الأول اللي هي واحدة عندها 25 سنة بتجوزة بقالها سنتين آخر 6 شهور كان فيه مشاكل وعصبية جامدة في البيت وكل مرة الأهل بيدخلوا وارجعوا معلش عشان خاطر فيه أولاد وحاجات كده فهل بيبقى عامل البرج مهمة بالنسبة اللي هي هي عقرب وهو زي ما قلت حددتك طور فأنت قلت البرجين متفقين فهنا إحنا في المشكلة أنا بسماتش نوع طور ده ما كنت بقولك عقرب لا لو طور وعقرب لا مفيش مشاكل بينهم الدنيا حلوة وجميلة طيب هم تقول فيه مشكلة وصلت للإنفصال هينكسني هنا حاجة بقى اسمه هو إيه علشان أقدر أطلع الرقم بتاعه وأطلع البرج بتاعه اللي هو من اسمه بالإضافة لها برضو عشان أعمل مقارنة صح عشان يبقى الكلام دقيق لكن أنا لو سمعت الكلام دلوقتي عن برج حضرتك ممكن هي تبقى نسبته 20% فأنت تحس إنه كلام حتى قليل على شخصيتك هتلاقي عندك حاجات تانية ما بتتقلش على برج العقرب يعني برج العقرب مفيش برج عقرب في الكون اللي هو عيني حلوة مثلا لا ده عالم يا فندم أنا ما عصدش يا غزل حضرتك هلوة حاجة حلوة فدم تياز لبرج العقرب ادي له ثقة لبرج العقرب يديك إخلاص ادي له ثقة يديك إخلاص خونته اللادع بتاعته جاهزة يبقى احنا هنا يعني زي يعني هل صفات الانسان من صفات الحيوانات فعلا ولا ده مش من صفات الحيوانات حضرتك احنا زي الزرع العقرب اللي هو عارفينه العقرب الأسد الأسد طبعا يعني فإحنا عايزين نعرف الحيوان فيه صفات من الإنسان ولا إيه بيميزوا مثلا العقل لا حضرتك هي أنت بتاخد الصفات من التوقيت اللي بتتولدي فيها ماليه المسمدة يعني حضرتك تولدتي مثلا في شهر 11 مثلا أو آخر عشر تيام في شهر عشرة عقرب لغاية عشرين من شهر 11 طيب ايه معنى انك انت عقرب انت عشرية أولى ولا تانية ولا تالتة ماليش علاقة بقى بنا بالحيوانات أنا بشوف الصفة بتاعتك المنايخ الطقس اللي انت تولدتي فيه تمام بيعمل ايه في شخصيتك ما هو فيه توقيت يخلي الناس تبقى عصبية وفيه توقيت يخلي الناس تبقى هادية وراسية كده يعني الطقس والمناخ بيأثر علينا حتى ما بنجبر تمام يعني البيئة الليها عامل ولا لها عامل طبعا تمام على حسب التربية والبيئة اللي انت عيش فيها طبعا بيبقى البرج بيتحدد ولا والاسم الاسم ليه كل إنسان فينا ليه نصيب من اسمه ده الاسم ده ذكر برضو صورة البكر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضاهم على الملائكة وقال أنبؤني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم يبقى هنا ربنا فضل ابن آدم في تعلم الأسماء الحروف علم الحرف ده علم علم قائم بذاته الطاقات غير المرقية اللي هي التخصص بتاعي هي علم الحرف وعلم الأرقام وعلم الفلك وحركة الكواكب وتأثيرها على الناس وإزاي إمتى تزدهري وإمتى تفرحي وإزاي إمتى يبقى في مشاكل طيب معلش يا دكتور في اتصال معينا مين معنا؟ أستاذة فاطمة فضالي السلام عليكم عليكم السلام أنا اسمي شوطمة عبدالراجل فتاة مواليد 2006 27 2006 27 2006 2006 واسمك فاطمة عايزي عارف برجم وتشوط طيب بص يا فاطمة 27 ستة برج السرطان أما فاطمة برج العقرب ليه بقى؟ لأن فاطمة فيها التسعة متكرارة تلت مرات تسعة يعني الفه بتمانية والألف بواحد يبقى تسعة تمام والطه بتسعة والميم والهيه بتسعة طيب التلاتة في تسعة بكام؟ 27 27 27 تسعة رقم تسعة رقم قوي رقم مسيطر يعني فاطمة دي هتلاقي عندها شخصية مسيطرة سالسة حبوبة بتحب ابوها قوي دون عنا على البنات كل الناس بتحب ابوها قوي بس هي تزيد سنتين ثلاثة بتعمل جمعية معاه بتضحك عليه وتاخد منه حاجة فوق الجمعية يعني هي مسيطرة لما تكبر بيبقى لها ورد وسلطان ونظام كل من هو فاطمة أو كل من يحمل في اسمه رقم تسعة فهي بقى برجها العقرب غير السرطان اللي هو 27-6 تمام يعني هي مائية بامتيازة 20% برج من تاريخ الميلاد و20% برج من الاسم تمام احنا عايزين نعرف كل برج هو مائي أم ترابي أم احنا عندنا الأبراد بتنقسم لأربعة ناري وترابي وهوائي ومائي كل قسم من دول الناري تلاتة الحمل والقوس والأسد الترابي تلاتة الجدي والطور والعزراء الهوائي تلاتة الدلو والجوازاء والميزان المائي تلاتة حوت سرطان عقرب فمنقسم الأربعة حتى العصور اللي احنا بنعيشها بتنقسم العصور بتاعت الزمن اللي احنا عايشينه ده لأربع أنواع برضو في عصر ناري تمام وفي عصر ترابي وفي عصر مائي وفي عصر هوائي وكل عصر من دول مدته 200 سنة احنا لسه مخلصين عصر التراب في ينار اللي فاب ودخلين على عصر جديد مدته 200 سنة اسمه عصر الهواء أو عصر الدلو يعني العالم في حالة تغير كمين الوعي الناس هيتغير الأساليب هتتغير بيحدث أن الأنظمة اللي موجودة السيستم اللي موجود كله بيباد وبيبدأ نظام جديد والسوشيال ميديا انت عارفة والتكنولوجي وكده طيب هل يا دكتور تتوقع السنة الجيدة 21 هتبقى سنة أفضل من 20-20 ولا شو فيه هو كل سنة بيبقى فيها طفارات فوق وتحت مفيش حاجة بالمطلق سنة حلوة ومفيش حاجة بالمطلق سنة وحشة لكن بيجيلي في سنة معينة مربعات فلاكية الكواكب بتاخد زوايا مع نفسها إما 90 إما 180 إما 270 فده ده اللي بيعمل المشاكل بيعمل المشاكل إيه في حياة الناس يعني ممكن زاوية مش مظبوطة تعمل حرب علامية مثلا زاوية تانية مش مظبوطة تتسبب فوقه طيران اعتارد مثلا كوكب الفكر والتواصل والزكاء برضو مشكلة اعتارد لما بيتراجع بتحصل مساوي الزهرة لما بتتراجع تكتر حالات الطلاق والانفصال ليه؟ لأن الزهرة كوكب الحب والمال هي حالية موجودة ببرج السرطان فتخلي برج السرطان وكل الأبراج المائية في حالة تناغم وديبلوماسية وشكلهم يبقى جميل وعقرب حوت سرطان ليه؟ نظرا لوجود الزهرة ببرج السرطان كل الناس كانت متوقعا عشرين وعشرين دي هتبقى سنة جميلة وسنة فيها كل الحاجات بس الأسف حصل جايحة كورونا أنا متوقع فيروس كورونا من شهر 11 2019 وتوقعت انتهاء الفيروس برضو واخد بالا حضرتك في عندنا حرب عالمية جاية في سبتمبر بس التوقعات بقى أنا فيه ناس علماء يعني زي حضرتك كده فصروا ان 2020 دي كلها خير وكلها حاجات كويسة ونجحات كتير بس للأسف أنا من توقعاتي في 2019 إلى 2020 في نفس القناة هنا ان فيه حرب عالمية هتحصل في سبتمبر لكن تعالي نقول بـ 2021 مين هيكون أكثر الأبراج حزنوا مين؟ أبراج ادالوا والجوازاء والميزان لنظرا لدخول المشتري في برج الدالو طيب سر يا دكتور بس معلش احنا معنا اتصال تاني هابة من أسرون فضالي حضرتك طيب قطع تصال فاحنا نكمل وبينعم معهم برضو في الحظ الحلو الحمل والكوس والأسد الأسد هيبقى عنده جواز أو طلاق لتنين لأن ساعات الطلاق بيبقى بالنسبة للناس يعتبر برضو بيبقى ليه فرحة عندنا ناس معينا هابة من جواز الله يمين العرب لا العرب لا العرب الأضواء هتبقى مصلطة على البيت ممكن يشتري بيت ممكن ينقل من مكان لمكان أفضل ممكن يشتري سيارة يعني هو عنده العشرين واحد وعشرين لازم يحقق هطوة من دول يا عربية يا بيت يا شقة أحسن أو مكان أحسن وضعه في البيت علاقته بأحد الوالدين أو بالزوج أو بالأولاد مفيش أحسن من كده طيب كويس طيب بالنسبة لبرج الحوت لأن طبعا تعرف عمر ديب بغنى لبرج ده فكل الناس بتقولك ده من أحسن أبراج احنا عايزين نعرف كتصفات برج الحوت شوف يا هو هو عمر ديبقى بحبك موت يا برج الحوت لا احنا عاملين أغاني لكل برج أغنية أنسة الحامل لها أغنية وأنسة الطر لها أغنية وأنا باليعني أنا صارف عليهم لأنه الكلام والداتا اللي طلع للبرج هكينا بنتكلم على برج الحوت باستفادة في الأغنية بنتكلم عن برج العقرب عامل أغنية جميلة لبرج العقرب إيه بقى؟ لأ إيه تسمعوها بقى ممكن تيجي دلوقتي لو الإعداد بتاعك أغنية أنسة العقب الشامل أكيد أنا أسمعها بس احنا دلوقتي عايزين نعرف صفات برج الدلو برج الدلو أنا عشان دلو فكلام هيبقى مجروحة أو شاتة أنسة بشريك للدلو الأسد خد بالك وسلمة بيعمل رقم واحد يعني أنسة بشريك للأسد للدلو واخد بالحالاتك وأنا دلو وسلمة أسد المهم يعني لأ أنا مش أسد دل عارف برج ده أنت أسد من اسمك سلمة عامل واحد أنا حسب سامة حسب سامة قبل ما خش من ساعة معرفت إن فيه سلمة فأنت أونس الأسد فبرضو في كنت شوات الحاجات اللي أنا قلتها على رقم واحد يعني للحاجات اللي أنا قلتها أي حد يحمل في اسمه رقم واحد يبقى كده نرجع للدلو بقى اللي إحنا بنتكلم عليه طب سوري يا دكتور ما عليش معنا تصال لأن أنت طبعا حبابك كتير فكلو عايز يعرفت لبرج بتاعه فأتفضلي معنا ألو أي فندم تفضلي مين معنا؟ أنا جادة ألو أنا جادة من الجيدة ألو ثانيا يا غادة تفضلي قولي لبرج بتاعك وإسمك وإسم والدتك صح كده؟ هم؟ تفضلي برج الجادي لا التاريخ الميلاد كام؟ وإحنا اللي نقول جادي ولا دلو؟ رقا قولي تاريخ الميلاد يا غادة تمانية واحد ألفين واربعة تمانية واحد ألفين واربعة طيب عرفي بقى أنك أنت كده العشرية التانية تمام؟ بالنسبة لبرج الجادي وعرفي أن برجك من إسمك يبقى السرطان وكده يبقى أنت عندك عشرين في المية مائي وعشرين في المية ترابي والمائي بيتفق مع الترابي يعني أنت عندك تناغم مع نفسك يا غادة وعندك صلح مع نفسك وبتعرفي تشتغل المصلحة مع نفسك بدون ما تحتاجي أو تلجأي لحد لأن عندها عشرين في المية تراب وعشرين في المية إيه؟ جادي ففيه توافق مع نفسها دي لما تيجي ترتبط إن شاء الله يعني ترتبط يا بجادي يا بسرطان وبعدين الخرطة الفلكية بقى بتبين الطالع اللي هو ساعة الولادة دي بتدي ستين في المية لأن وقائع الأحداث يعني ما جا شوف أنت هتفكري في إيه بكرة مش هيجرالك إيه بكرة هتفكري في إيه بكرة بروح للطالع بتاعك اللي هو عليه ستين في المية يعني أنت ممكن يبقى تطالع بتاعك حاجة خالص تاني غير العقرب وغير الأسد ده غير البورد الطالع ده بيرجع لساعة الولادة فوقاعي استفاتك ديها من من العقرب أو من الأسد لكن اللي هيحصل الأحداث اللي هتحصل معاكي بترجع للطالع طيب هل علم الأبراج ده علم غيبيات ولا؟ شوفي أي حاجة بتستند العلم يبقى منهاش علاقة بالغيبيات أي حاجة بتستند على واحد زائد واحد يسوي تنين يعني لو رحتي مثلاً واحد زائد واحد يسوي تنين لو رحتي أمريكا هتبقى تسوي كام؟ لو رحتي إستراليا هتسوي كام؟ لو رحتي كاريا من الكرة هتسوي كام؟ مفيش مجادلة في الأرقام مفيش مجادلة في الحسابات والحمد لله إحنا بنوضع المساحة المشتركة ما بين الرقم والحرف والبرج والكوكب مع أن في ناس تقولك العلم الأبراج ده ما كانش موجود أيام الصحابة أو أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا ده موجود من قبل الرسول يا فاني فما كان بش بيتكلموا في الحاجات دي لا 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 ده فيه جماعة دخل على الرسول وقالولوا إحنا عرفنا الرسالة بتاعتك كم سنة؟ قال لهم إزاي؟ قالوا الكرآن بتاعك بيبدأ بألف لام مين؟ القلب بواحد واللم بتلاتين والمنبر واحد وسبعين سنة قال لهم طب ما إحنا عندنا كاف هاية عين ونصار وحاميم عين ونصين وكاف قالوا له كاد اختلط علينا الأمر المقصود إن الجدول ده قديم المقصود إن علم الفلك موجود عند الفراعنة لو رحت كنيسة زي الفلمانيا هتلاقي الخرطة الفلكية في السقف في السماء كبير وهتلاقي صور كل الكواكب في المعابد وفي الأثار بتاعتنا القديمة كمان الشمس بتخش تتعامد في السنة مرتين على تمثل في حتة واحدة في يوم واحد علم الفلك ده مفت الديار المسؤول الديني بيقولك إيه لما يجو يشوف الرؤية بتاعت الهلال والناس ما تشوفش الأمر ثبتة فلكيا ما بيقولش فنجانيا ما بيقولش ودعيا ما بيقولش رمليا ما بيقولش حاجة غير بيقوله بيقول فلكيا فاحنا لازم نفرق ما بين الفلك والدجل والشعوازة وما بين العلم وما بين الغيب الغيب معانا تخل معلش يا دكتور طبعا كلام جميل بس فيه ناس عايزة تعرف تحت أمر طبعا معانا محمود من من إيه؟ طب سوري اللي اتصالت أطعفا الغيب نوعين فيه غيب نسبي ده بتاعنا احنا وفيه غيب مطلق خاص بربنا كمان يعني زي الجنة والنار حد فينا شاف الجنة والنار وجه لا أكيد طبعا ده الغيب الخاص بربنا سبحانه وتعالى أكيد طبعا أما لما يبقى فيه سحابة فوق ليبيا على ارتفاع خمسة كيلو بسرعة ريح خمسين عقدة في الساعة بجاذبية أرضية مرتبطة بكسابة السحابة وقلتلك بعد ثلاث ساعات الدنيا هتشتف مصر وكانت بيقى في مصر آآ طيال أرسال الجوية طبعا حركته لأ أنا بكلمك علم أنا كده بستند العلم والعلم علم الإنسان ما لم يعلم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء ده كمان في حاجة مش العلماء ورسة الأنبياء طيب بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول والرسول ده آآ مش لازم يبقى نبي لا رسول هيروح من عند ربنا يعني ربنا لو عايز بلغ رسالة للنموس هيبعت لهم نموسة مش هيبعت لهم محمود الشامي أكيد لكن إحنا بنقول مدام حاجة بتستند لأرقام والعلوم وموجودة من قديم الأزل وبيؤخذ بها بس هي المشكلة إن الدخلاء على العلم هم اللي بوزوا سمعته آآ كمان بعض الإعلاميين آآ واخدينها مادة تسالي وأنا أعرف صحفي مشهور قوي كان بيكتب الأبراج بأيديه بنفسه كده يجب ده مكان ده ويعمل ده مكان ده تمام أو مين مكتشف آآ عالم الأبراج يعني أو مين أو المكتشف من قديم الأزل يا فندم فيه مراجع عدة إن دخلت عند فسا غرصة هت ليه بيتكلم بالزاوية وبالهندسة والدرجات والبتاع والفلك فيه درجات وفيه هندسة إن جيت دخلت كيميا هتلاقي نفس الموضوع تخيالي مثلا بجدول زي ده كده تطلعي آآ العدد الزري والوزن الزري لكل العناصر الكيميائية اللي ذكرت في القرآن من رقم الصورة ورقم الآية ارتباط الرقم بالحرف ده علم قديم وموروث وعن سيدنا إدريس عليه السلام آآ طيب بالنسبة لبرج الأسد طبعا إحنا عارفين برج الأسد ده بيرمز للأسد فالأسد ده ملك الغابة والأسد ده حد كوي وشخصية قوية ولا ده بيختلف بالنسبة للبرج طيب طيب جدا طيب الأسد جدا حنون ولكن يعني آآ انيني شوي يعني السفا بتختلف بالنسبة للبرج أنا أنا ممكن أقولك بيحب التمييز بس آآ ممكن التمييز ده لما يبقى محتاج يلبس أحسن حاجة الزوجة تكون أحسن زوجة يبقى عنده أحسن عربية ممكن أسميها انانية كمان هو نسميهاش إن هو معلش سوريا يعني إحنا بنشابه طبعا أم عرفش بس حذاك قلت لي ما فيش تشبيه بين الحيوان والإنسان صح كده؟ لا 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 احنا مش متفكرين على كده طيب بالنسبة للشخصيات احنا بنقول احنا بناخد من شخصية الأسد ان هو حد قوي حد مسيطر حد بيقوله زي بيقوله أناني بيحب نفسه ولا إيه؟ تميز حضرتك أنسى الأسد من اسمك كل اللي أنا بقوله لحضرتك ده هو مية في المية مظبوط حضرتك ممكن تيبقى عندي غيرة زايدة للزوج حضرتك لو الحيطانة عملت من ده تبقيش مبسوطة لكن تخرجي للعمل وتعملي ووا ووا عندك ثقة في نفسك عندك قيادة عندك زعامة كل دي صفات بتروح للبرج اللي أهم من الصفات بقى الصفات دي سهلة ممكن أي حد يتكلم عن صفات أي برج لكن ايه اللي هيحصل للأسد بكرة؟ هناك كلام اه طيب عايزين نعرف بالنسبة لبرج الأسد الأسد مزهول النهاردة ومبارح عنده قصرة أعمال وممكن أقولك كمان توقعات شهر سبتمبر لكل الأبراج مش الأسد بس لكن ياخد باله فيه خناقة مستنياة على الباب بكرة وبعض فهو لو كان دبلوماسي فايدة الفلك إيه؟ إن أنا بقى فاهم الأجواء عاملة إيه؟ فيه وقت أعديها وفيه وقت أسن سناني وواجه وحارب وامض عقود وتقابل مع الناس وفيه وقت اسم وقت نحس معروفة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ في صورة الفلك كل أعوذوا برب الفلك بنشر ما خلق وبنشر غاسك إذا وقب غاسك القمر إذا وقب إذا اختفى ده فلكيا وقت المحاق طب الأمر بيختفي إمتى؟ كلنا عارفين أنه بيتولد هلال ثم يأخذ في الزيادة إلى أن أجتم البدر ثم يأخذ في النقصان إلى أن يختفي ده وقت المحاق اللي هو قبل بداية الشهر بيومين يعني آخر يومين في الشهر العربي ربنا بيقولك اليومين دول فيهم شر بيستعين بيا يبقى أنا لما أجا أقولك أنا شغلتي كلها أن أنا عارف أنه وقت المحاق ده بعد 15 يوم ده مش غيب بقى لما أجا أقولك خدي بالك بعد 15 يوم ده ربنا اللي بيقولك إشارة من عند ربنا وهو ده العلم تمام وكل رب يزدني علما يعني أنا مبسوطة قوي إن أنا برضو في معلومات كانت غايبة عني أنا بعرفها من حضرتك ففي عندي رئيس التحرير عايز يعرف بس هو برج الدلو برج مبدع برج مبدع برج الدلو فهو عايز يعرف مستقبلين مبدع حتى لو عمل حاجة غلط يقولك شوف أنت تعرف تعملها زي برج الدلو ده واستعيله الجوازاء أسكل أبروك تمام ومعروف إنه وزاكي وسريع البديهة الدلو يفوقه ليه يفوقه؟ لأنه بيبدع في الموضوع الحوت عنده قوة حدس الدلو يفوقه الحمل عنده طاقة وحيوية ونشاط الدلو يفوقه الدلو بيعتبر العصر اللي احنا داخلين عليه اللي مديته 200 سنة هو عصر الدلو عصر الهواء عشان كده الكورونا جاي في القصبة الهوائية والرئتين فسبحان الله كل عصر بيجيله الأمراض اللي تتلاءم معه تمام طيب بالنسبة لبرج عايزين نقول برج الحوت لا بلغي بس الرس التحرير عشان هو بقاله يوم انتعبان لأن الأضواء مصلطة على بيت الأعداء عنده بس يخدله بكرة إن شاء الله بكرة وبعده وبعده لغاية لمدة أسبوع كده زي الفل تمام طيب احنا عايزين نتكلم عن برج الحوت لأن الحوت طبعا سيدنا على ما تذكر سيدنا موسى ما فيش علاقة اللي كان في بطن الحوت سيدنا يونس سيدنا يونس ما فيش علاقة عليه السلام كان في بطن الحوت فهل الحوت رمز للحنية ولا عشان هو كان بطنه وحاجات كده برج الحوت من عيوبه الشك ومن حسناته او كان محتان النبي يعني فهو الحوت ولا دي قصة تانية على حد زرعة اتولدت في شهر ثلاثة طلعت لها مواصفات ايه هي مواصفاتها اولا بيحس بالحاجة قبل ما تحصل ده الحوت اه تاني حاجة هو مش عايش معنا على الارض عنده خيال واسع جدا وافق واسع جدا فاللي ما يفهموش مش يعرف يتطفق معاه وهيختلف معاه لكن هو حنين ودبلوماسي وناجح انا كل اللي بعرفهم بصراحة حوت ناس نكحين عشان كده اعمل اتجاب غنى بصراحة منصحهم بقى واستاذة دينا الشلبيني من الناس اللي انا بحبها الفنانين النكحين فهو طبعا برج الحوت انا بحاس ان هو برج ناجح وبرج مفكر وبرج عبكري هو مرتبط بالمشتري وبنبتن تمام نبتن ده بقى بتاع المخدرات يعني انا انصح كل موليد برج الحوت انهم ايه يعني اصلهم ده كوكب ده طب يا فندم احنا معنا اتصال الاستاذة عيدة معلش كله عايز زيارة في برجه اتفضلي يا استاذة عيدة حضرتك علو ايه فندم اتفضلي عيدة علين مولده 92 1 اتنين см motto Sana مولده 92 وحد اتنين 11 مولده 92 برج الكوس وادا تسعة وتسعة تمتاشر كوس على حمل كوس نارى بامتياز اسماعي ده او تماما انت برج الكوس برج الحمل من اسمك وبرج الكوس من تاريخ ميلادك فأنت برج ناري بامتياز 20% حمله 20% قوس القوس دايماً سهمه يعني بيزبط في مكانه يعني قلمة يخطئ سهم برج القوس كل موليد برج القوس وبعدين مرتبطين بالساعد الأكبر بالمشتري يعني كمان مرزقين تبص تلاقي رزق يجي لهم بالساهل يختلفوا عن موليد برج الجدي طبعاً موليد برج الجدي لازم يتعابهم ولازم يكفحهم مفيش برج الجدي ما بيكفحش كل موليد برج الجدي الكفاح دا عندهم واجب أساسي موليد برج القوس ماشيا معاهم زي الفل طيب وبالناس بالعزراء كان فيه واحدة صاحبتي بتحب شغلها جداً وبتحب تكون منتظمة جداً حاجات كده يعني هم بيحبوا شغلهم تهيق لي العزراء ولا إيه؟ عد علوم شهري كان ريخم قوي الشهر اللي عد دا لكن هما دلوقتي بس معينا اتصال تاني هند من الجيزة تفضلي أيام سأخير أيها هند مع حضرتك من فضلك أنا 12-1-74 أيوة ووالدتي اتنين اتنين سبعة تمانية اتنين وخمسين أتمن بس على حالة صحية ليها وكده لا تاني كده تريخ ميلادها سبعة تمانية اتنين وخمسين اسمها ليلى سبعة تمانية برج الأسد اه اتنين وخمسين اسمها ليلى 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 وانا 12-1-74 لحظة واحد ليلى ام أيوة ليلى برج الجادي لأ أنا انا انا 12-1-74 اسم هند انتي ليلى ولا الوالدة؟ هي اسمها الهند حضرتك سبعة بقى علي عشان ايه اصل الموضوع مش كده يعني تمام مش بالكوم ليلى اللي هي والدتك برجها الجادي من اسمها وبرجها الاسد من تاريخ ميلادها افهمي ده ما بيلغيش ده أيوة كده افهم كل واحد فينا له برجين برج من تاريخ ميلاده وبرج من اسمه والاسم ليه تأثير على الإنسان الاسم ممكن يخلي صاحبه وزير أو غفير الاسم الرسول وصنا باستحسان أسماء أبنائنا وبقى حقل الأبناء على الأباء اختيار الاسم الحسن الرسول نفسه غير اسم أبو هريرة كان اسمه ابن عبد شمس فالاسم ليه فعلية الاسم ممكن فيه أسماء نحس وفيه أسماء سعد فيه أسماء ممكن تعمل مشاكل لصاحبها وفيه حروف ممكن تعمل مشاكل لصاحبها فاحنا لازم نفهم ده احنا واعيين تحت تأثير طاقات غير مرئية سواء الاسم فليه تأثير علي الرقم اللي انا بشيله ليه تأثير علي الكواكب والبرج ليه تأثير علي انا مش يعني مش في منقع عالتأثيرات دي كلها فلازم أفهمها من تعلم لغة قوم أمين مكرهم فأنا لازم أبقى فاهم لغة التعامل مع الطاقات الغير مرئية التي تؤثر فينا ولا نراها زي طاقة الاسم وطاقة الرقم وحركة الكواكب وتأثيرها على الناس فيا أستاذة هند ليلة برجها الجادي من اسمها ويمكن ده طبعا برج الجادي برج طرابي والأسد برج ناري فدم خليها في مفيش توازن فإن شاء الله وضعها كويس أو الشهر ده مفيش في مشكلة وبالنسبة لبرج الجادي يعني شهر يعتبر كويس بامتياز الشهر ده بالذات لو عايزة تعمل عمالة تعملها لو عايزة تعمل فحوص تعملها وضعها كويس لو عايزة تمضي عقدة رمضية الشهر ده بالنسبة لها سبتمبر شهر تسعة الأضواء مصلطة عليها من برج العزراء فاتفيدي الجادي طيب دكتور انا ما انا اتصال من ياسمين تفضلي ياسمين معاكي تفضلي ياسمين معاكي عالو ايو فانديم تفضلي ايو مرحبا الخير اوكي انا بس عايزة تفسير عني وعنه عزلتي برده طيب اوكي تفضلي انا اسمي ياسمين 28421 واسم الوالدة ودات وطاريخ الميلاد 232828 تمام 232828 وداد وداد برجها الطور تمام و284 برج الطور ياسمين وداد وداد 284 ياسمين طيب عموما ياسمين 284 برج الطور وداد برضو برج الطور تمام تمام كده وداد ده ولدتها ايه تمام مش كده اكيد طب هي طور بامتياز بمعنى انها تاخد 20% من البرج اللي من الاسم و20% من البرج الطالع برضو الادواق مسلطة عندها على بيت العيلة على عندها هموم شخصية العيلة الوضع المنزل التصلحات كده يعني عندها انشغال شوية بالبيت والمنزل ده بالنسبة لوداد هي اسمها ايه؟ ياسمين ياسمين وبالنسبة لحالة الصحية هتبقى جيدة؟ 12 13 18 يعني 9 برجها الحمل ياسمين برجها من اسمها تاريخ ملاد انا ما اخدتوش تمام طيب بالنسبة لبرج الحمل 21 هتبقى سنة كويسة ولا كله عايز يعرف السنة الجاية ان شاء الله هتبقى سنة 21 اه دمام شوفي عشان اكون امين معك في المعلومة ايه طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك من شوية ان احنا اه دخلين على عصر جديد اسمه عصر الدلو او عصر الهوى تمام له مميزاته وله ايه عيوده بس احنا في مرحلة النقلة دلوقتي اللي ماسك على السيستم القديم مش عايز يسيبه والسيستم الجديد عايز يطلع بأي شكل تمام يعني نعتبر في فترة مخاض تمام تمام الولادة عشرين اربعة وعشرين الوضع هيبقى تغير تماما الوضع يتغير دلوقتي واحنا عاديين واتغير من ساعة واتغير من اول السنة فكر الناس هيتغير وعي الناس هيتغير اساليب اه العيشة بتاعت الناس برضو مميزات وعيوب طيب احنا عايزين بس نتكلم عن الميزان والسرطان الشهر دا ولا السنة دي اه السنة دي والسنة الجاية يعني دينا فكرة كده سريعة الميزان اه والسرطان الميزان واحدة واحدة علي طبعا نبدأ بالميزان الميزان عايزال شهر دا اه اسوأ شهر في عشرين وعشرين لبرج الميزان ومش هو الواحده كل الابراد بتمر بالفترة اي برج قبل عيد ميلاده بشهر لازم يمر بفترة يفكد فهل الطاقة ويفكد فهل الحيوية ويقوم منهم بعايز ينام تاني ياخدوا اجازة نصيحة مني له لكن جاي له بقى شهر من اروع ما يكون وسبحان الله هو ربنا كده ما بديش حاجات وحشة الواحد وحاجات لا دا هي الايام نداولها بين الناس فالنصيحة انه هو يا اما ياخد سبيكة زحل يا اما يدعو لان الدعاء يغير القدر والدعاء عبارة عن جمل والجملة عبارة عن كلمات والكلمة عبارة عن حروف ولكل حرف رقم ولكل رقم طاقة دي طاقات احنا بالتسبيح وبذكر الله وبالدعاء باسماء الله الحسنة اللي ربنا وصانا لان دي برضو حروف وكلام اه طبيعي يعني انا عماجي اجيب اسماء الله الحسنة كده ولقاها كلها عام 11 معان حروفها مختلفة عن بعضها اكيد فده برضو بتديني امارة ان اسماء الله الحسنة لها فعلية عندي اه تجربة علمية لما بنحط اسماء الله الحسنة على كباية مية زرات المية في الكباية بتاخد اشكال هندسية في غاية الروعة فالاسم ليه تأثير والحرف ليه تأثير والدعاء مكون من كلمات وحروف يبقى احنا بننصح النصيحة المزبوطة وبعدين الخارطة محدش يخاف منها انا بعملها مجانا بتتعمل بخمسمائة دولار برا اتشرف ان انا بقدم خدمة للناس عشان تفهم عن نفسها وتعرف راحة فين وجاية منين يعني الوصول ليه من اسهل ما يكون وانا بنفس اللي برد على تلفين طيب وبرج السرطان بس سريعا كده عشان وقتين طيب برج السرطان عنده مشاورات عنده حوارات عنده مفاوضات بنصحه واقوله حاول مرة تانية المحاولات التي فشلت فيها سابقا هتكرر المحاولة هتنجح معاك بقى المرة دي يعني الاجواء مفتوحة لك تكلم بس تحدث فاوض حاور ما تستسلمش ده وقتك انك تطلب تجاب طيب عايزين فكرة كده عن كل الابراج عن 21 وعشرين ان شاء الله هتبقى سنة كويسة يعني ان شاء الله جائحة كورونا دي هتختفي ولا ايه الدنيا كورونا اختفت من اخر يونيو بدليل ان احنا في اول يوليو الناس بدأت تخرج وتتعايش اه والله مبسوطة قوي ان البارح كان نفتح الجوامع وصلينا الجمعة لأ انا متوقع بقى ان فيه هيبقى فيه كورونا فيروس ومتوقع انتهاء في اخر يونيو كلام ده صرحت بيه كتير يعني والحمد لله في واحد سبعة كانت الدنيا بتتحرك والدنيا ماشية زي الفولو تمام اه هي بس تذكرة اه يا رب نكون استفادنا بس من الازمة دي اه ستات البيوت تقعد بقى في البيت تشوف الولاد الاب كمان برضو يشوف عياله فيه ناس كانت بقى لها فترة ما عديتش ببيتها وما شافتش عيالها حاجات كدير ظهرت اه عملت مشاكل اه وهي طبعا وضحت للناس علاقتهم ببعض ازاي وضحت للستات كمان ايه الشخصية اللي انت قاعدة معيها و ايه الراجل اللي انت معاشرات فجاحت كورونا دي فادت ناسك لا فادت اوى اكتر ما انها ضرت يعني فانا بقول الحمد لله لان ربنا سبحان الله ربنا ضرت النفاعة انا يعني بحب ان انا استفيد لو كان في ضرة ان انا ان تنفع بيها بكل حواليها انا قلت عشرين عشرين سنة السفر فلقيتهم عاملين كومنتات كده مش عاجبهم لان الناس كانت قاعدة في بيوتها فعطى شرح لهم يعني الناس اللي سفرت غزبا عنها وجات من دولها للوطن بتاعها مش ده سفر اكباري ولما كورونا تخلص مش كل واحدة يرجع لشغله برضو سفر كمان الموت الناس اللي راحت ديه كلها الموت يعتبر سفر ربنا يا ربي يجعل سنة واحد وعشرين سنة جميلة وسنة كويسة وكل حد بيتمنى حاجة تتحقق حاجة اخيرة بقى انت ممكن تغيري قدرك بنفسك كل الناس تقدر تعمل كده كل الناس تقدر تعيش حياة ايجابية حلوة الدعاء والتقرب الى الله والنية الكويسة لان قانون الجذب العام لو احنا فعلناه اختصروا ايه قانون الجذب العام ان الانسان يجذب لنفسه ما يفكر به انما الاعماله بالنية والله يخليك والله يخليك والناس كتير عايزة تستفسر طبعا بس احنا الوقت سرقنا والوقت كان ممتع مع حضرتك واشوفكم وان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية انتظروني كل سبت صالون سلمة الساعة 11 مساء وانا بحبوكو قوي والى اللقاء تسبح على خيار